يعني أول ما يبتدي كده زي ما احنا بنقول باللغة الدرجة يزمزق هاي يا حبيبي اين هو تروح موجود تظهري وقبل ما يدخل في نوبة غير مطلوبة من البكاء يعني أول ما القائمين يشعروا بقى ان الطفل ابتدى يتوتر لا لا ليه انت مالك زعلان ليه ده ماما هيه يا ماما تعالي تروح ماما ظهرة لأنها موجودة زي ما قلنا في الريسيبشا وحتى اذا الطفل ما عيطش فعالأقل لما الطفل بيتحرك من مكان للتاني داخل الحضانة يعني مثلا كانوا موجودين في المكان ده مثلا في منطقة لعب بعد كده هيروحوا مكان تاني يأكلوا فوهم ماشيين بيقدر الطفل هو تلاقيه بيضوء هتلاقيه ممكن يعينه طلقطك أو تشوفك يعني لما الطفل بيتحرك من مكان للتاني داخل الحضانة فهو ممكن يشوف مامته أو ان المشرفين يطمنوا على وجود مامته تمام كده؟ طيب ايه للمفروض يحصل بعد كده؟ بعد كده خلاص يبقى اتفقنا انه هو بيطمئن الوجود انت ممكن عن فكرة تطمينيه بالصوت اه يعني وانت قاعدة كده بتنادي عليه أو بتكلميه او بتكلميه انا طبعا انا بكلم بصيغة الولد او البنت يعني تمام؟ يعني وانت قاعدة كده تروحي مناديه على طفلتك او طفلتك زي ما بتعملي في البيت واخدين بالكو يعني يا عمر انا هنا هو يا سيف يا سين انا موجودة هو حتى لو ما شفكيش بس هو سامع صوتك تمام كده؟